وده شي جايد طبعاً من مستر ميشيل إنه زي ما عنده حراس مرمى كبار شناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير دايماً بيخطط للمستقبل وبيتابع كمان مباراة الناشئين فده شي جايد تعال أيضاً نشوف برضو يعني أحمد طريق سليمان ومصطفى شوبير بيقولوا أيها عن مستر ميشيل ونرجع لأحداك مرة تانية موسيقى نسبال لنا تجربة جديدة أن احنا أول مرة تلبينا في تاريخ النادي أن يبقى فيه مدرب حراس مرمى أجنبي كان بالنسبالي إكسبيرينس جديدة أول مرة تعمل معايا والحمد لله يعني فيه بنا تواصل كويس إنه الحمد لله بككلم إنجلش وكان بنا التواصل أسهل شوية اتعلمت منه كتير يعني شفتنا أن احنا يعني هو دينا خبرات من بره احنا كانتش عندنا في حاجات هو بيعملها ما كانتش موجودة عندنا وهو بيستفيد من حاجات عندنا والعكس يعني دايما بيبقى الواحد عايز يجرب بيشوف الناس بره بتشتغل إزاي بإيه الفرق إيه الاختلاف ليه بره في أوروبا الناس أحسن من لنا ليه دايما كله بيسعى الاحتراف على طول فده قدر إنه هو يدهولنا ويوصل لنا بخبراته إنه هو كان بيدرب في كزا فرقة بره ودرب في بلجيكا وهو كمان مبسوط معنا وإحنا من خلاله بنقدر إنه إحنا نتعلم يعني أنا كجول صغير باستفيد من كابتن شناوي من كابتن عايي لطفي هو إدري يوصل لنا إنه أنا لازم أبقى هو بالنسبة لي مسألة أعلى فهو زي ما بيعمل مع كابتن شناوي بيعمل معايا ما بيقصدش معنا في التمرين يعني ساعات كتير يبقى التأزيمة شغالة هو مش مضطر إنه هو ينزل يشتغل معايا ممكن أبقى بره استنى بس لو هيحصل تبدين مثلا في التأزيمة أو حاجة لا بالعكس تب بنروح بنشتغل بنعمل شغل لوحدنا شايف في حاجة نقصاني بيعملها معايا الوحدي نفس الكلام مع مصطفى نفس الكلام مع أي جول صغير بيصعد من أكثر حاجات اللي كانت تعجباني قوي في التمرين إنه هو مخلص جدا في الشغل سواء مع كابتن شناوي جول رقم واحد أو مع أقل حرص مرما رقم أربعة أو تلاتة يعني الشغل بيدي بكل إخلاص أحب أقوله إن أنا تعلمت منه واستفدت منه كتير عايز أقوله يا ريت يفضل موجود يا ريت يفضل يعني النادي الأهلي زي ما تقول كادو لاب بطولات يعني لسه في إن شاء الله البطولة الرابعة ناخدها إن شاء الله وأحب أقوله إن أنا بحبه على يعني على المستوى الشخصي بالزبط أنا بحب أتعامل معاه وكمان إحنا على طول فيه بيننا لينك حتى لو أنا تحت هو بيسأل بيشوف أنا عملنا أي في المطش مثلا لو بندعب فرقة تحت في النشئين على طول فيه بيني وبينه حابب طبعا أشكره الرجل بيتعب معنا وبنشتغل شغل هنا جبار يعني بنجيب أجهزة جديدة على قد ما بنقدر ودايما بنستخدم تمارين جديدة عشان نوصل لأعلى أعلى ليفل حاب طبعا أشكره الرجل حاب إنه يكمل التجربة هنا بعد ما معين الجهاز الفاني كان جميعا مشي الرجل حابب النادي وبنتعامل كلنا كأسرة واحدة إحنا على طول مع بعض يعني زي ما تعمل أسرة واحدة دايما فيه كونتكت مع بعض لو أنا نزلت ألعب ماتش أي حد راه أي حد جديد من بيتواصل معنا وعملت إيه وبيتكلم عن طول في تليفون فحايف طبعا أشكره على النصائحه لنا وعلى شغله معنا وإن شاء الله اللي جاي أحسن إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر